كما أكد سعادة الدكتور وليد المانع وكيل وزارة الصحة أن مملكة البحرين قدمت تجربة ثريدة من نوعها في مواجهة فيروس كورونا من خلال إجراءاتها الاحترازية المدروسة حيث كان تفعيل غرفة العمليات بتوجيه من صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء باكورة هذه القرارات والإجراءات وزارة الصحة ما زالت تواصل خطط الاحترازية بما يتماشى مع المستجدات على حسب هذه المستجدات وتغيراتها بشكل عامة اليومي لما نرجع مرة ثانية حق النتائج المحلية الآن في المملكة البحرين فإحنا قدمنا كوزات صحة وكفريق وطني تجربة جدا مميزة وفريدة إحنا إذا نرجع مرة ثانية ونقول والله بالنسبة حق الإجراءات الاحترازية كانت إجراءات احترازية بدروسة هناك خرفة عمليات في قياس صحيح بالنسبة للإحتياجات اعتماد كان اعتماد قوي وشامل بالنسبة للفحص الفحص ثم الفحص ثم الفحص وكذلك عامة المتابعة من بعدها والتقييم المستمر وكافة المؤسسات الحكومية اليوم نجد مثال عامة بوجود الهيئة وفي هناك المؤسسات الثانية بالنسبة للوزارات الثانية جميعها تتكاتف مع بعضها بعض لتقوم بهذه الإجراءات الاحترازية ولله الحمد من بدأنا عامة في البحرين بدأنا على مبدأ ونواصل عليه وهو الشفافية في نقل الحقائق لعل هذه مصدر قوة بالنسبة لنا أن نحن مقيم حانم وقت لا وقت ويكون الشفافية مبدأ احنا اتخذناه من أول لأيام وما زلنا في هذا المبدأ متواصلين فيه دائما نحن نتكلم عن البحرين الجاهزية تطيب بالنسبة حق الطاقة الاستيعابية في البحرين وين وصلنا الحين وهل احنا الطاقة الاستيعابية لمراكز العلاج ومراكز العزل أو مراكز الحجر هل هي بما احنا نتوقعه ووضعناه في خططنا الحمد لله بالعامين أنها تفوق طاقة الاشغال الحالية بمراحل جميع الخدمات أكد عليها الصحية تقدم في البحرين للمواطنين والمقيمين بحد سواء بالمجان واليوم طبعا نظرنا في توجيه السامي لجلالة الملك المفدد الله يحفظه ويرعاه بأنه تقدم الخدمات للمقيمين في مملكة البحرين وتوفير لهم العلاج اللازم الحجر اللازم أو العزل بحسب حاجة هذه المرضى اشتركوا في القناة